موسيقى 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 يلعب المنفوقي كده الحمد لله السقة رجعت لواليد ازاره في جزئية التهديف انه بيشغل مخه اكتر ما تكون في قوة وده الحاجة الكهس ده هدف التعادل بالنسبة لانتاج الحربي طبعا زي ما اقول لكم شوت التاني كان انتاج حربي فند قوي لانادي الاهل في شوت التاني لكن طبعا حافظ الفوز دائما لدينا او لدى فريق الكرة بالنادي الاهلي وكل الفرق طبعا الجماعية والفردية دايما موجود وليد اظهروا بيحرز الهدف التاني يعني ده حاجة كانت مميازة بترجع بقوة لدوري الممتاز وبتحفاظ على لقب للموسم الثالث ان شاء الله على التوالي طبعا كانت حسين البادري ابتدى بمحمد الشناوي ومحمد هين ناحية اليمين وفي وسط او خلب الدفاع سعد سمير وايمن اشرف ثم ناحية الشمال حسين السيد وفي قلب الوسط كان حسام عشور عودة لحسام عشور ربنا ان شاء الله يتواجد دايما بخير وسلامة حسام عشور لانه لعب مميز ومعه عمر صليا في الامام كان وليد سليمان واجهي واحمد حمودي وفي الامام كان وليد اظهروا زي ما اقول حراراتكم تقلق بشكل كبير طبعا المباراة قادمة مباراة الاسماعيلي احنا بنتكلم عن الاسماعيلي كابتن سيد عبدالحفيز يمكن بيسألوا بعد المباراة يعني عن جزئية ضربة الجزاء والتحكيم بشكل عام فكابتن سيد بيتكلم بشكل عادي يعني ويرد يبقى فيه اخطاء تحكمية ضد النادي الاهلي او للنادي الاهلي ولكن كابتن سيد عحفيز يتكلم على وجود ممكن تكون اخطاء تحكمية ضد النادي الاهلي ريت تصريح لكابتن سعفان الصغير مدير حراس المارمى لنادي الاسماعيلي إن المباراة الأهل القادمة كابت سارة حفيز بيحاول بالتصريح ده يضغط على حكام اللي سوف يتم اختيارهم في المباراة القادمة طبعا أنا أعتقد كابتن سعفان الصغير لو المدرب بتاعه أو المدير الفني نادي إسماعيلي خرج بعد المباراة وكلم على التحكيم وقال مثلا وارد أخطاء ده ما يعتبرش عملية ضغط للمباراة اللي بعد كده فأنا مش عارف كابتن سعفان صراحة وهو بيقول أرجو من كابتن سيد الهدوء يعني ده التصريح اللي أنا قريته يعني على لسان كابتن سعفان صغير أرجو أنه ما يبقاش فعلا تصريح يكون فيه بعض التجاوزات يعني مثلا اللي بيكتب كتب بس زيادة شوية لأن كابتن سيد ده وضع طبيعي أن أنا ما بقول أنه وارد يبقى فيه أخطاء تحكمية ضد النادي الأهلي أخطاء تحكمية للنادي الأهلي ممكن استفاد منها ممكن ما استفادش منها ده وارد في الكرة القدم ما احنا شايفين سواء بقى في البطولات الأوروبية أو الأفريقية أو 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 نادي الأهلي خلي بالكو إحنا في وقت ملوقعات في بطولة أفريقيا في آخر تنة مباراة كانت الأمور معنا مش مزبوطة ما تكلمناش كلمنا شوية آه ولكن طبعا حكم هو سيد الموقف فيه جزء التحكمي داخل الملعب فبالتالي كتبت تضغط على إيه كتبت سعفان قبل المباراة كده أو يعني المباراة أنت متصدر بطولة الدوري حتى الآن برصيد 20 نقطة فالأمور ماشي معنا بشكل كويس إحنا من حقنا كنادي الأهلي بقى أن إحنا نرجع بقوة وكالسة حافظ بيطلع بيتكلم على جزء التحكمي كل المدربيين أو المدرين الفنين في الدور الممتاز لما بيقى فيه حاجة بيطلع يتكلم عليها على جزء التحكمي وإحنا كالسة يتعامل أو يتكلم بشكل لائق جدا وبشكل مميز جدا على أن وارد جدا الجزء التحكمي يبقى ضد النادي الأهلي ويستفاد منه الخصم وممكن وارد جدا يبقى مع النادي الأهلي والنادي الأهلي يستفاد منه ولكن هي دي قرة القدم أخطاء التحكمية موجودة فيعني التعريق كابتل سعفين الصغير على الضغط على الحكام في المباراة القادمة من تصريح لكابتل سالح حافظ أعتقد خام التوفيق في هذه الجزء أعتقد إن شاء الله النادي الأهلي بعد هذه المباراة ومباراة إنتاج الحربي بيرجع المرض الأحمر لمرحلة الدوري الممتاز والاستعدادات دائما كل أربعة أيام هيبقى فيه مباراة للنادي الأهلي وده شيء صعب جدا المباراة القادمة طبعا أمام الإسماعيلي مباراة هتكون يوم لتنين بأمر الله بعض اللعبين ما رايحوش ما فيش راحة للعيبة وقت قصير جدا يعني الله يكون فعن كابتل حسام اللعبين اللي ممكن بعد الشر بعد الشر يحصل لهم حاجة في الوقت ده مش هلحاول ماتش اللي بعده أو مش هلحاول بعض المباراة لأن التوقيت صغير جدا عندك أحمد حمدي اللعب الناشئ إن شاء الله خلاص موجود مع الفريق واللعب التميز بشكل كبير مع نادي آية فترة رفاتت وانتقد كابتل حسام البدري سيعتمد علي في الفترات القادمة أيضا علي معلول وعوضيته من المنتخب التونسي وصاب يمكن علي معلول كان قبل ما يسافر كان عنده جزء أو اشتباه في إنه ممكن ما يلعبش وكابتل حسام والجهاز الطبي نصح علي إنه ما يلعبش مباراة ليبيا أو مباراة تونس وليبيا اللي حسمت فيها تونس الوصول لكأس العالم نتيجة البعض الألام اللي كانت موجودة عنده متبقية ولكن طبعا نبيل معلول المدير الفني لفريق التونسي أكد إن علي كان قبل المباراة ما كانش بيش تكمل حاجة وتدرب مع الفريق بشكل سليم وكان في أحسن حالاته ولكن تجددت الإصابة لعلي معلول في رجليه فبالتالي مش هيشارك مع النادي الأهلي لفترة وده اللي أنا بقول لكم خايف منهم التوقيتات اللي ما بين الماتشات أربعة أيام كل ماتش للنادي الأهلي ده بيخليك ما فيش وقت لأي لعيب ممكن يقع منك يعني طبعا كابتل حسام البدري الله يكون فيهون وزي ما أقول لكم آه في بعض اللعبين بتسد في هذه الجزء لكن إنت عندك قوام أساسي في بعض اللعبين بتبقى مش عايز تخسرهم لعيبة ممازة زي واحد زي حسام عشور تأثرنا مثلا ليه في بطولة أفريقيا واحد زي عبدالله السعيد يعني عندنا صالح جمعة إن شاء الله يرجع كمان أيضا بشكل جيد ويرجعوا لمستواهم الطبيعي ولكن ده اللي أنا بتكلم عليه حسين السيد مبارح في المباراة اشتكى من ألم في العضلة الخلفية فبالتالي أيضا إنت واحد زي حسينت استفدت منه في كذا مباراة وربعة ده هو بمكسب جديد ليك وجوده في ناحية الشمال عشان طبعا علم علول وإصابته أيضا سابروحيد نتمنى طبعا أنه يبقى في حالته الطبيعية كل اللعبين نتمنى أنهما يبقى في حالته الطبيعية ما يبقاش إصابات زي ما بقول لكم الوقت بيبقى أداء جدا من مباراة رؤخل لو كلمنا على سباستيانا دي سابري ده المدير الفني ليه فريق الإسماعيلي واستعداده للمباراة الأهل القادمة إن شاء الله سيكون يوم من اتنين استبعد عمر جمال واستبعده مستر سباستيان في المباراة القادمة يمكن حاجات ممكن تكون خاصة بفنية بالنسبة لفريق الإسماعيل لكن كالدرون بيعود وجاهز لهذه المباراة طبعا زي ما بقول لكم فريق الإسماعيلي مختلف السنة دي مختلف عن السنتين اللي فاتوا ما بقناش نسمع مشاكل ممكن تكون بتواجه فريق إسماعيلي سواء إدارية أو فنية مدير فني مميز يعتقد أنه هو ماشي بشكل كويس مع فريق إسماعيلي فريق إسماعيلي لعب الغد دلوقتي 8 مباراة كسب منهم 6 تعادل في 2 لها 20 نقطة فيعني إحنا كلنا سواء بقى لو يعود زمال كوية أو بنحب فريق الإسماعيلي لأنه من الفرق المميزة اللي كنا بنستمتع فيه سواء بقى ما كنا لعيبة وإحنا بنلعب بنوح فريق الإسماعيلي نلعب مع الإسماعيلي أو هنا لما كانوا بيجون قاهرة كنا بنلعب مباراة جيدة جدا فعودة فريق إسماعيلي بالقوة اللي احنا شايفينها دي حاجة مميزة بتدي انطباع عن الدور مصري وبتزيده حلاوة وطبعا قوة وإثارة وده اللي احنا عايزينه دايما في الكرة المصري لكن في الأول في الأخر احنا بنتمنى طبعا إن النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي يحصل على هذه البطولة للمرة التالتة على التوالي بخصوص بقى النادي الأهلي ويمكن كان مبالح كان مفروض فيه بخاص طبعا بموقف النادي الأهلي واللجنة الأولمبية وموقف النادي الأهلي من صحة إجراءاته الخاصة بالتصويت على اللائحة اللي كانت عليهم وطبعا للمرة الرابعة أو التحكيم أو لجنة التحكيم وتسويت المنازعات في اللجنة الأولمبية تستشعر الحرك وده أعتقد رابع موقف يحصل في هذا الموضوع بالذات فبالتالي النادي الأهلي طبعا مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل فيه الفترة القادمة كان مفروض مبالح كان حكم يطلع لكن استشعر الحرك من القاضي المسؤول عن هذه الجزئية طبعا بتطول الموضوع الموضوع بيطول زيادة عن نظوم طبعا مش عارفين إيه اللي ممكن يوصل في المرحلة القادمة في هذا الموضوع أرجع لكرة القدم وكوبر بيطلب ثلاث وديات مين؟